اشتركوا في القناة حسين إن شاء الله منتخب مصري فوز بهدفين مقابل لاشيء محمد شريف وحسين فصل الهالي ده حياتنا بيقول أربع ثلاثة لمصر إن شاء الله أتوقعها نتيجة مباراة مصر والجزائر في كأس العرب معانا صابر ورادي بيقول ولي الجمال بيقول ماتش صعب على الفريقين نظرة للجدية والحالة التنفسية بين المنتخبين عبر التاريخ وده حقيقي لكن إن شاء الله الفوز من نصيب منتخبنا المصري كل اللي احترام لمنتخب الجزائر لكن إحنا مصر أسياد القرى وأنا عجبني الحكمة والرزانة اللي في الرسائل دي ولازم نحافظ على ده جماعة احنا أشقا عندنا نودي بركات بيقول فوز مصر على الجزائر واحد صفر إن شاء الله والعسقلاني بيقول اتنين واحد لمصر بإذن الله معانا محمد مصطفى بيقول تلاتة صفر إن شاء الله لمصر وسالم العمراني بيقول بإذن الله تعالى اتنين واحد لمصر وخليل إبراهيم بيقول فوز مصر اتنين واحد دي طبعا من تعليقات على الفيسبوك وده طبعا إنستجرام إسلام بيقول إن شاء الله تلاتة واحد لمصر وكمان إيمان بتقول إن شاء الله اتنين واحد لمصر وكمان معانا الزهبي بيقول فوز مصر إن شاء الله بس في حالة لو لعب بالتشكيل الآتي محمد الشناوي أكرم توفيق حجازي أيمن أشرف أحمد بالفتوح سيد زيزو عمر السلية حمدي فتحي والهجوم عمر كمال وشريف وأحمد رفعت يعني الراجل بيحط التشكيل كمان اللي بيفوز بالمباراة من وجه التنظر أنتم صعبين حلنا الأسماء هو جماعة وحد كاتب رقمه في حد بقول مصر ويا رب مصر تكسب اتنين واحد وكاتب رقمه ودينا عشور بتقول اتنين صفر لصالح منتخب مصر إن شاء الله طبعا كانت دي أبرز مشاركتكم معنا وكان دي أبرز تفاعلاتكم